معها يعود الحنين للماضي القريب فيها صالة ثلج ومتعة تزلج على الجريدة ومنها خرج أول فريق للهوكية أربعة عقود مضت على إنشاء صالة التزلج في دولة الكويت الأقدم في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لتبقى صامدة قام بتصميمها المهندس الفرنسي العالمي دومونيك عام 1980 تعود فكرة إنشاؤها إلى الأمير الراحل شيخ صباح السالم طيب الله ثرى بعد زيارة له لصالة مشابهة في فرنسا باختصار هي هوية أساسية ومعلم أساسي بالكويت والكل في ذكر فيه سواء كويتي أو غير كويتي كل من عاش أو يا لكويت كزيارة أو شاف لكويت لازم يمر على صالة تزلج هذا ما داش داخل من برة وهي معلم يعني على مستوى الشرق الأوسط يعني من الثمانينات بلش يعني الناس تدشها وتطلع منها وسر لها ذكريات فيها صالة تقى ضمن الحزام الأخضر لمدينة الكويت بمساحة ثمانية ألاف متر مربع وشهدت فعليات ومناسبات عديدة صالة التزلج تم تصميمها على القياسات العالمية الأولمبية أيضا كذلك هي مربوطة بأغلب المجتمع الكويتي بذكريات جميلة دائما كانت صالة التزلج مربوطة بالأعياد الوطنية والأفراح لشهر فبراير والحفلات فبالتالي المحافظة على صالة التزلج وإعادة تأهيلها وإدماجها مع توسعة حديقة الشهيد وتأهيلها لتصبح كصالة التزلج أو يمكن تأهيلها إلى أنها قاعة حفلات متعددة الاستعمالات لحديقة الشهيد قد يكون شيء إضافي ويزيد من روعة الحديقة نفسها موقع سياحي مهدد بالإزالة ودعوة لإعادة ترميمه ليبقى شاهدا على عصر الكويت الذهبية